موسيقى موسيقى العقائد دائماً العقائد اللي ما عندهاش البراهين على صدقها وأنها لها علاقة بالوحي تحاول أنها تجعل الناس يتمسكوا بالوثنيات لأن الناس أصلاً حسيين حسيين فبدهم يوجدوا لهم أماكن حتى لو كان غير صحيح هنا ولد المسيح هنا حصل كذا هذا كلام هذا كلام إحنا في عصور التخلف لما تخلفنا رجعنا شوية وثنيين بمعنى إذا تلاحظوا الآباء والأجداد صاروا يخترعوا هنا النبي كذا وهنا النبي كذا وهنا النبي كذا وهنا النبي كذا وهنا النبي كذا وهذا الولي الفلاني وهذا الولي الفلاني التفاصيل هذا في عصور إيش؟ عصور الانحطاط وتحول الناس الوثنيات وكأنه يا سبحان الله الناس بيحبوا هيك آثار ولو كذبوا عليهم أنه يستشعر اتجاه هذه الآثار شيء واليوم في كثير من القصص اللي تروى أنبياء وهذا المكان وأجد النبي هون وقاعد هذا كلام كله كلام كله كلام لأنه أصلا مرت على المنطقة أزمان طويلة ما كانش فيه ناس مؤمنين به حتى يقولوا والله هون قبر رحيل والله هون قبر فلان الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة معروف ليش؟ لأنه من وقتها للآن لم تخلوا المدينة من ساكن مسلم شيء يقول هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أنت تعرفوا الحرم الإبراهيمي اللي بتشوفوها هاي زي قبور فوق السطح في الداخل هذا مش قبور هذه مجرد كلام يعني محطوط لو قبعتها أنت في الشيش يبلغ لأنه تحت موجود إيش المغارة الضخمة اللي ممكن دفن فيها إبراهيم عليه السلام ومين كمان بتلاحظوا أنه دفن فيها يوسف طب يوسف توفي في مصر شوية لحظة توفي في مصر ممتاز طب ليش موجود هون مش موجود قبر يوسف في الخليل طيب موجود موجود هنا لا آه فيه ضريح لا يوسف ممتاز طب وقبر يوسف اللي في نابليس آه هذا قبر يوسف أنت بس قوله وين بدكم إن شاء الله مليون يوسف مستعدين اليهودي خلص انتهى هذا قبر يوسف وبكفي مرات تشبه الأسماء لما تكون مغارة سليمان وليه منسوبة لسليمان القانوني العثماني خلص بصير سليمان الأولاني المهم سليمان بأي طريقة كانت بأي طريقة كانت يعني هذه الصلبة واردة وكثير كما قلنا عند أهل الكتاب هؤلاء مشان بس يوجدوا لهم هالمها كل ناس على فكرة كل طائفة بتلاقي لها محل معين اللي المهم يجوا هالناس ويدقوا فيها الإحجار مش قضية بالنسبة لنا لا هذا كله كلام ولا يثبت منه شيء زي قضية راس الحسين قال يعني الحسين لما قطع راسه في كربولاء كيف بتلاقي فيه له راس في المسجد الأموي في منطقة بسموها راس الحسين وفي عندنا الحسين في مصر وعندنا الحسين في العراق يعني هذا لما بتتحول الناس لأيش لوثنيات الإنسان يا سبحان الله وكأنه بده المحسوس هيك محسوس مش بس دايما مجردات ولذلك عبر الأجيال كانت الأنبياء تأتي ترد الناس إلى الحق ثم يرجعون إلى الوثنية تردهم الأنبياء إلى الحق يرجعون إلى الوثنية هذا تريق البشرية وإحنا على فكرة لما تخلفنا إذا بتلاحظوا الناس صارت تقريبا أقرب إلى الوثنيات حتى الآن صار فيه وعي وعي يعني بدنا نلاحظ أنه تركوا الناس هذه قضية كبور الأولياء والتفاصيل والتمسحون هناك إلى آخر اشتركوا في القناة